السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودائما معكم بالعلم تقعنا تقرز من عصبة دار بيضا سطاس ونحن نتواجد عيدة أحد أبطال جمعية منتدى درب سلطان وضمن عصبة مدينة دار بيضا سطاس فداء المسابقة لمدينة أرغانا التانية والإيجاز الكبير عند البطل أكرد يوسف لتعلن بدقلار سوديل وفداء المسابقة وفي توقيت جيد تلتاش ووحد وعشرين دقيقة ومشهور بطل دينا كيف يستعد في هذه المسابقة وكيف يشكل إعلان دينا في هذه المسابقة الأخ يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتقلق عديدة أدين أجوش الحمد لله كان جميع حالفنا الحط لفقنا الله سبحانه وتعالى ودكراريتك وحد ربعات برحمة ماز دينا الحوائد شو ربعا كان شوية حصل من جودة الأرقان اللولة وحميمات الله العظيم عادي مسألة اللي كي يتقل في حمام ما شيف الطرصة دي المولوع وخي 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 يقرأت إليه في الحمام ديك أرقان اللولة ديك راريس بالحميمات هاي حضروا يقول لكم موذيطة كذا كذا ولكن بمسبب هذه الأرقان الثانية ديك راريس بالحمامات اللي تعطلوا في أرقان اللولة يعني هذي مسائل اللي وخبناه كيف يحسب الحسابات ويقول لك موذيطة لا فورم كذا ولكن لك شيء يبقى لا بدكين شيء حاجر الرأي يكون دي الحمامة شيء حاجر اللي عمد الله سبحانه لأن العلماء عمد في الحمام وفتماهو حد وتعياء وفي الأخضر ما موصلوش كان كامل الحمامة العمس الحمد الله يوسف كمش كان إعلان ديالك بالنسبة لدي الحمامة وش تعطلات ليك ولا لقيت معايش الصعوبات ولا جدوا دخلات لا الحمد الله هذا الأسبوع في الدكراراسيو لدي إخوان مدعين معايا وكان معايا بادر وكان معايا بطن ديالي حافظ أي سعدي وانا كم نستعنس بالآخر يالي حاني كثير حدايا في الجيار فرا إلا ديكراراه هو قي يخبر لي إلا ديكراراه إلا ديكراراه والحمد الله مهما كيف السؤال يقول لا مستخدنيش في الدكراراس تقريباً واحد دقيقة أو مكابلاش تحطات فوق القرمضة تقريباً في حالة الأسبوع الحمد لله مبروك عليكم الأخ يوسف وكيش استعدادات استعرتيبه في كيف في الأسبوع أو لا وانا غادي نقول واحد ناصحة المائي الماليعداد لكل محنك ولكن ما يمكنش أني نسمي بإسم كان واحد برودوي هذه ناصحة ولكن لما كنت عنها في شركة ولا في مولوع كان واحد برودوي جربته يعني أنني قصد سجال هذا الشجل الذي ترى أعطيته برودوي المعي وهذا الشجل الفردية الشنابر أعطيته برودوي آخر يعني هذا اللي أنا كنقول بأن نشكل فيه هو اللي يحضي بعض المالي هذا اللي أعطيت هذا البرودوي الجديد الذي خدمت بهذا العام تعطلوه أعطيت 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 هذا البرودوي أعطيت هذا البرودوي أعطيت مقبار وعيون وكذا تعطلوه فهمت بأن هذا البرودوي غير ما يعني لا أساسا لا أساسا ما مناسبش ما ممكنش لي نكشف عن الإسم ديالو والمماليع يعني هذه غير نصيحة أخي ولا أقل ولا أكثر من غير البرودوي ركا تبقعه الثاني الرصائب تبقعه أمور الحمد لله وبالنسبة للحمام مالذكر أنت الأخي يوسف لا لديك طريق صبيعة الحمد لله نتوى بسنسى عندي مع يعني 21 دقيقة الوحدة واحدة زوالا 21 دقيقة وبعدها يعني وقيلة كانت باقي الحمامات أعلنت عن الحمامة الثانية 31 دقيقة يعني 31 دقيقة الثالثة 31 دقيقة الرابعة 31 دقيقة 32 دقيقة 33 دقيقة ثم ثم هو حمامة ولي الحمامة الأخ يوسف كما تشاهدون معنا في الصورة هذه الحمامة المعلنة عند الأبطال ديلنا أكرد يوسف حافظ أي تعدي طنديم بالنسبة للأبطال هذا والله يصخر لهم وقشو ماهو حافظ أي تعدي التوا لغادي يقولنا سر ديلهم في إنشاء المسابقة والإعلان ديلهم بأربع حمامات بالنسبة لجميع المتدد للسلطان حمامة أو اثنين بالنسبة لعصبة مدينة الدار بيضا بالنسبة للمطار القادو من قلوق القادية وقدرنا عن قدرنا نقول لكي لما أخدمت إشمع حمامك وقابلت إحمامك وعطيت الخاطر رمع مكدش أحد أي مولون أي مولون أخصصوا عن الخاطر ويعرف كيف أشخص مالكما رأينا ما أخدمت إشمع حمام رمع تغير واضح تكشيري قيلت كي مكدرقوا واحد المثال من الجدة وجدة ومن زرعة حسادة ثم زرعتوا وحصدتوا وميمتوا وجاب الله تيسير الحمد لله وكتعلنوا بالأوائل سواء جمعية متدادة في السلطان أو عصبة مدينة الدار بيضا وتحضر معنا الأخ الشقيق ذي البطل دينا أكرد يوزف البطل أكرد حميد الغني على التعريف هو اللي غيتكلمنا أكثر عن الأخ دياله وكي يعرفوا وحصر مننا لنا هو البطل دي أكرد يوزف لأخ دياله اللي غيتكلمنا عليه أكثر السلام عليكم وحمد الله أول حاجة في أن الأخ ديال يبقى إنجاز لدار وحنا فرحانين له والحمد لله رأيك يقول لك إنسان يخدم على الحمام رأيك أكثر كل نتيجة من جد ووجد ومن زرعة حصر والحمد لله كنا خلوض وكنا بحلحات ولي ضربتنا فرحة والله مجدد الحمد لله الحمد لله كيف تشوف الأخ ديالك في الموسم هذا غادي تحسون غادي تحسون كبير الحمد لله غادي تقدم وتحسون كبير الحمد لله كنت منولي التوفيق التوفيق والنجاح هو الطنديم دياله حافظ أي تعدي وتحضر معناه وحد بطل تهوال غني على التعريف تيعرف الجامع سواء في مدينة بدربضة ومملكة المغربية طنديم سحيم دا جينال ونخليكم مع الأخ سحيم دا تهوال غايتكلمنا أكثر عن البطل ديالنا طنديم يوسف حافظ أي تعدي السلام عليكم السلام عليكم السبيل العيد بالنسبة للأخي يوسفرها غني على التعريف تبارك الله على ذلك العام لأبحث نتائج مسيحنا وادعم تبارك الله على هذه وزمارة مولوع في الموز سواه لأولا الأخ وأخوة تبارك الله معاونين الناس في الدامين الله يصخر لهم وكانت منه إن شاء الله يكون المسيارة أدعم دياله يكون في أحسن دوره إن شاء الله وجميع الممالي قال لي يبغى الخير يصخر لي الله خيال الله يأتي لك وإن شاء الله وإن شاء الله أتمنى يتساعد هل يريد أن يكون تحضر معنا تحضر معنا أنت وحد البطل من الجمعية البيضاوية أمين الشرقي التحضر معنا في عملية الكنترول لغة تكلمنا أكثر عن البطل أكراد يوسف طنديم حافظ أي تعدي سهلا معكم سهلا معكم من أشان كولة أكراد يوسف راها بطال من النار دار الهمام في التروة وتدرفت البيضاوية في المنتجة وقرأ باطل وعزيز عليه الهمام ووامد مع الهمام وقرأتي خارع الموالي الكبار ودشد نجازات ديالو رخير دانيل تدرفت العصبة تدرفت المدية التفاهم ديالو حافي دروس سر النجاح دي لدشي وقرأ حضرنا لدشي منيه ما تكن تتصوب وقرأ عزيز عليه الهمام ودي الحمد لله بجهود مادي ومعناوي الحمد لله سوف يقول الكلمة ديالو سواء عن جمعية المنتجة أو عصبة مدينة الدار البيضاء وشوف البطل ديالنا عن جمعية السلام سيد عثمان جمعية الوفاق اللي سوف يتكلمنا أكثر عن البطل ديالو أكرديوس وأخ أكرديوس فر بطال جبير وغني أنتشاري بطالة عن كل الكلمة ديالو ونشكروك الأخ بالهيد ونشكروك الأخ ونشكروك الأخ ونشكروك الأخ ونشكروك الأخ وبشده يعني هذا راه هوايا راهية رياضة والرياضة راهية أخلاق واللي ما عندوش الأخلاق لا عندو حتى شي حاجة فراس مالوك لأن الحمام كان يمشي ولكن الأفلاق كتبقى وكانت من نوع على أن بعض الموالع لم نذكرهم بالقسم يحسنوا ألفاظهم واللي غلب ولا اللي يربح ولا اللي كذا احنا را كان عنقوه قلب يض وكان باركو ليه ولا ربحنا احنا را كذا لي لأن خاصة الهواية والمنافسة تكون شاريفة دون تجريح أي أحد اللي ما يربحش سنشجعوه نقولولي إن شاء الله ستخدمه ستكون بخير وأحسن واللي يربح لا راح كيتواضع لأن من تواضع على الله رفعه وهذا الخطاب الذي كان موجهه هو من واحد ناحية عام جميع المالع ولكن من واحد ناحية خاصة لهذا كل يكسروا هذا موجهة لبعض الأشخاص كشكركو الأخ يوسف تقدم دي الحفظ تشكر جميع الإخوة الحاضرين معنا في البلاطو في البلاطو دي الإعلان بالحمام الأخ البطل دينا أقرد يوسف ودائما معكم بالعزمون تقرس من الحسبة الدار بيضاء السطاس والأخ الأخ حميد شي كلمة الأخ حميد سوف نضيف الكيمة الأخ يحسن الإنسان يحسن الألفاد يحسن المربي يقع شغاري لا أضرب لا أضرب شراء الولاعيين يقول إنسان يكون يكون إنسان يحلل بأحد روح رياضي هذه الولاعها كان ضربوا وكان فرحه ما ضربنا ما كان فرحه ما ضرب وكان فرحه ما ضرب وكان هاته وكان لما ضرب متنوم ولا أولا عمه والأخ هل كانت رسكوك الأخ حميد نهاية الان جهاز النقى نكون مكانا جغائر نبتره متضرب نقدر الله يسرحه كنا نکلقى نحن نفرحان نحن نفرحان هل نفرحان وبالتعاملنا نحن نتقلق واحد أخر حال بحال وكانت مزيلا، لن تقلق هم الشي قنا نعرف الحق نحن نحن نتعلم في الرياضية نحن مدام في السبور نتحلق بأخلاق الرياضية ما بيخسرش عادي اربحش الحمد لله نحمد الله ونسكره ونفرح ولكن واحد أخر اللي يربح ما في عادي لا يصخر الله سخر له ما نحسدوش وما نفكيش عليه وما نحقش عليه إذا أريد أن يكون من الرياضية وعندما أريكم أسميكم يجب أن يتركوا في هذا الشيء أشكركم بشكل أشكركم على الجهود التي تقدموها سواء في جمعية المتدى دار سلطان أو عصبة مدينة الدار بيضاء و هذا كل ما يتعلق عند الأبطال دينا أكراد يوسف حافظ أي تعدي أبطال جمعية المتدى دار سلطان وأبطال عصبة مدينة الدار بيضاء ستات لحمام سباق نتحتنا بتأسيب العيد من تغيير بدورنا نشكرك على هذه المجهودات التي تقوم بها ونحن نتبع الخطوات ديالك ونرى أنك من عند مولوع المولوع وبعض المرات تخرج على مدينة الدار بيضاء تبشر المحمدية تطلع للبوسكورة ونحن نرى على فوق بكل صراحة تدير هذا الشيء بدون مقابل وأحسن مقابل ديالك رأيي الشهرة ديالك والولاعة ديالك وتكسب القلوب ديال الناس نشكرك الأخ يوسف هذه الكلمة التي قلتها في حق الأهنق وانا غنقض لك هادية بالعيد بشي شفاء سحاول راحة 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 سحاول راحة